الناس اللي بتشكي انه شعره ما بيطول اذا كانتوا انت وهيك فهذا الفيديو لكم رح نجيب صفار بيضة وملعقتين مايونيز ورح نجيب ملعقة من زيت الزيتون ملعقة من زيت جوز الهند وممكن نضيف لهم ملعقة من زيت الروزماري حكيتوا بفيديو سابق شوفوا وعندي ملعقتين من العسل رح نحركهم ورح نحطهم على الفروة مع التدليك مرتين بالاسبوع اتركوهم تقريبا نص ساعة لساعة بعدين اغسلوا اول شي بمي باردي نتوبهم ممكن نضيفوا كم نقطة ماء ورد لهم مشان تعادلوا رحة صفار البيض وبعد ما تغسلوا بمي باردي اغسلوا بطبعا الازابديجي على جسمكم تحمموا الا الشعر ما تحطوا عليه شامبو الا بعد مرور 8 ساعات وممكن نوزع على الفروة بعد ما نغسلوا بالمي نغسل بماء الورد ونتحمم بعد 8 ساعات خبروني بالنتيجة بعد مرور 3 شهور